واري سيسي عبد الكريم هجه في الحيطة البشري هل ستكون أول هداف للمولودية والهدف الأول للمولودية عن طريق هذا المدافع الهداف بن يحيى بن يحيى يسجل أول هدف لصالح مولودية محمد زعبية سجل 11 هدف وبن يحيى سجل 9 أهداف في البطولة وهذه الهدف العاشر له مع مولودية وهران في مختلف المنافسات التوقيت جد مهم التوقيت التهديف جد مهم جد مهم لتسجيل الهدف وقرة ممتزة أخرى لصالح الزعبية الزعبية حاول مروع عن طريق المراوغ ولكن كانت هناك عرقلة واضحة يا سيد الحكام حسين بن عطا ها هي هنا الإعادة شوف هنا الزعبية يراوغ كان اعتراض واضح واضح جد واضح جدية أن تستغل الفرصة وتلعب على الرواقين وكرة ممتزة دائما بن يحيى هجوم يعتمد على المخادعة ولكن اخلق فرصتين هدف تاني خطيرة كانت محاولة ممتزة كان المناسب لكن هناك وضعية تسلل كرة طاولة مباشرة ناحية الزعبية 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 خطيرة خطيرة والحارس من على خط المرمى أجواء حماسية رائعة لاحظوا لقطة الهدف الحارس السيسي في المرة الأولى ثم المتابعة من بن يحيى ها هي الإعادة كانت دخلت القرة قبل ما يضربها الزعبية والهدف يحتسب لبن يحيى فعالية كبيرة في بداية الأشياء الثاني وهجم مرتدة لصالح الملودية يقودها الزعبية في الرواق الأيمن مرة القرة ممتازة ناحية العقب حسان والحارس سيسي في المكان المناسب شوف الحكم قرة ممتازة قرة ممتازة من هناك ناحية الزعبية قرة ممتازة ناحية الزعبية يروغ بطريقة ممتازة في هاته في هاته الأثناء الحكم السيد جوميز يعلن على نهاية اشتركوا في القناة